وإلى المعدن النفيس حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليوم لكنها تتجه لتحقيق خسارة أسبوعية بعدما لمست أعلى مستوى على الإطلاق الثلاثاء الماضي لكنها تخلت عن مكاسبها خلال تعاملات اليومين التاليين في ظل حالة من الحذر انتابت المستثمرين مع اقتراب كلمة جيرم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي خلال منتدى جاكسون هول وزادت أسعار العقود الأجلة للمعدن الأصفر قرابة 14% إلى مستوى 2526 دولار للأوقية لكنها تعد منخفضة بنحو 14% على مدار الأسبوع